السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة جوهريات صحية موضوعنا اليوم حول الفيتامين A ففي هذا الفيديو قد نعرفه شنه هو الدور أو الأهمية ديال الفيتامين A في جسم ديالإنسان شنه هما الأسباب والأعراض النقص ديال هاد الفيتامين وشنه هما بعد المصادر الغدائية اللي ممكن أننا نحصل عليه من الفيتامين A شنه هما المصادر الغدائية اللي ممكن لنا أننا ناخدهم وفيهم الفيتامين A فهذا الشي اللي غاد نشوفه في هذا الفيديو إن شاء الله فقبل ما ندالي بغيتكم تعرفوا أنه لا الفيتامينات يعني تنقسموا على اللجوج ديال الأقزان فعدنا الفيتامينات اللي قد دوب في الماء وعدنا الفيتامينات اللي قد دوب في الزيت أو في الدهون والفيتامين A هو من الفيتامينات اللي كتدوب في الدهون والفيتامين A هو من الفيتامينات اللي ما كيستطعش الجسم وما كيقدرش أنه ينجها وبالتالي تيمكن لنا أننا نحصلوا عليه من الأغذية أو لا من المكملات الغدائية فمن بي لمصادر الغدائية اللي تلقوا فيه الفيتامين A أننا تلقوها في الأسماك الدهنية يعني الأسماك الدهنية أوميغا 3 يعني تلقوا فيه الفيتامين A كذلك تلقوه في اللحوم تلقوه في المنتجات دي الألبان بحال مثلا الحليب بحال يعني هنا الجوب من كذلك الأجبان تلقوه كذلك في البيض فهذا كالأصفار دي البيض فهو أغني بلا فيتامين A تلقوه كذلك في الكبيد وكلقوه في الزيت دي السمك ويمكن لنا كذلك أننا نحصلوا عليه يعني من الخضار ومن الفواكه بحال مثلا يعني يرى كين في الجزار كين في المعدنوس كين كذلك في البطاطا الحلوة كين في منسوش أنه كذلك كين في البرتقال المهم أنا هنا يوضحت لكم مجموعة من الصور فهذا فهذا شليك تشوفه قدامكم هراها غني بلا فيتامين A اشنا هي أو اشنا هما الفوائد ديال هاد لا فيتامين A فعنده بزاف ديال فوائد عفوا فمن بين الفوائد دياله أنه تحافظ لنا على العينين ديالنا من هدك من الجفاف أو يعني من الحكا يعني العين منك تكون نشفه أشنو تيوقع فهنية يكون نقص ديالا فيتامين A فمن الفوائد دياله أنه تحافظ لنا على العينين ديالنا كذلك تساعد في العملية النمو العام من الجسم الإنسان وكذلك التنمية دياله تحافظ على صحة دي الأسنان صحة دي الجلد وكذلك الشعر وتيقل من خطر الإصابة بأمراض السرطان وخاصة يعني السرطان ديال الرئى والسرطان والسرطان ديال القولون العصبي عفانا وعفاكم الله وكذلك تساهم في العلاج ديال المرضى السكري من النوع الثاني بحيث أنه كيساعد على إعادة مستوى السكر في الدم للوضع دياله الطبيعي فهما الفوائد ديال هدف الفيطامين A فهنا غدني انتقل لكم الأسباب فشنه هو شنه هما الأسباب اللي كي يدو عنا النقص ديال الفيطامين A فكي ينين بزاف ديال الأسباب حاولت أنني نهضر لكم على هدف الأسباب يعني الرئيسية اللي كتجي النقص ديال الفيطامين A فهنا يا كي الإدمان على الكحول كي كذلك المرضى اللي كي يعانيهم من قصور ديال البونكرياس الحاد أو لا يعني الالتهاب ديال الكابيد كذلك الأشخاص يعني النباتيين يعني النباتيين لما كي ياخدوش يعني الأسماك وما كي ياخدوش اللحم تهوما يعني تيكون عندهم تهدى يعني سبب في النقص ديال الفيطامين A كذلك المرضى اللي كيعانيهم من خطر سوء الامتصاص الدهني الناس اللي عندهم مشكل ديال الامتصاص الدهني باعتبار أنه لافيتامين A كيف قلت لكم هو من الفيتامينات اللي كدوب في الدهو وقضية أخرى اللي بغيتكم تعرفوها أنه النقص ديال الفيتامين A كي يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم والوفاة عند النساء الحوامل فهنايا غتي نتقل لكم الأعراض دياله يعني الأعراض النقص دياله يعني باش كتعرفوه واش النقص عندكم فتيكون العينين يعني كيكون الجفاف ديال العين وما كتقدرش العين ديالنا أنها تنتج لنا هدوك الدموع وبالتالي شنو تيكون تيحدث عندنا واحد الخلال في الشبكية ديال العين وبعد المرات تيني بعض الأعراض الأخرى لأنه كتظهر عندنا بعض البقاع البيضاء في هذا البيض ديال العين كذلك الإصابة بالجفاف يعني شديد للشعر يعني هنايا تيكون الشعر يعني جاف لوحد درجة الهي كبيرة كذلك البشرة كتكون تهياء جافة تيكون كذلك التكسر أو يعني الضفار تيتهرسوا يعني بوحد الشكل اللي هو يعني ملحوظ تيكون أو تيوقع لأنه إضطرابات في الغدة الدرقية والنقص ديال اللي فيتامين A عند الوليدات الصغر شنو يعني تيبدي إلى تأخر ديال النمو وبالنسبة يعني للشباب هنا تيكون عندهم هدوك الحبوب وهدوك البثور يعني في البشرة ديالهم يعني كتشوف البشرة دياله عمراء بالحبوب وبالبثور يعني هدو هما الأعراض ديال النقص ديال اللي فيتامين A انتمنى أنني انفيتكم في هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته